النادي الآلي برضو في بداية التعامل المسؤول مع قطاع الناشئين تم تعيين الأستاذ الدكتور جمال فراويز استشاري الطب النفسي كمعد نفسي لهذا الفريق والفرق قطاع الناشئين وده جزء من دور العمل المسؤول في أن انت تبدأ تهيئ الولاد بشكل إنساني وشكل نفسي صح يمكن ده موجود في كل الفرق العالمية الكبيرة في الظرف ده محتاجين ده كانت أمنية طبعاً يمكن أشارنا إليها لكنها تتحقق بهذه السرعة ربما الظرف المليح فرض نفسه إن لا لازم أنا الأوان أرجو أن تستمر ويبقى لا يختصر دور المعد النفسي إحنا قلنا إدارة المواهب علشان الشباب لا ينفجروا غروراً عند النجاح أو التوقعات لأن السوشال ميدن ما بتحطش حاجة في حجمها تعمل لك ماتشين كواسين يبقى أنت حسن لعيب في الدنيا كنتيجة تقعد للعيب أقدم منك وإن كان ده وليه تزعل وتدايق وتمتعد وأنا شفت لقطة خضتني قبل ما تشل سان داونز مش هجيب سريتها دلوقتي لأن خضتك أه طبعاً أنك تخرج وأنت متدايق في تبديل لا مش كده ما بنحبش دي أو أنك أنت تلعب بقى وأنت فاهم أنك أنت حققت العلامة الكاملة بموهبتك لا أنت جاي تنافس زمايل أقدم منك وأقوى منك وأحسن يعني أنت واعد جداً وأمل من أمال النادي الآلي أتحدث تحديداً على محمد عبد المنعي محمد عبد القادر رفقاً بهذه المواهب وأذكر وأنا لو مر رفقاً بهذه المواهب أتحدث عن المتح الجامد أو الانتقاد القاسي سيبوا الناس تستوي على نار هدي عشان ما تشدش أذكر عندما ذهبت مع كابتن إبراهيم سعيد فكان ديفيد مويس مدرب إيفرتون قابلني واتكلم معايا وحكالي أن عندهم موهبة قادمة اسمها وين روني وأنه حيبقى لعيب كويس بعديها أقل من شهرين لقيت انفجرت هذه المواهبة كان عنده 17 سنة وين روني طالع يتحدث في الإعلام بالراحة على هذه المواهبة بلاش كلام في إشادة مبالغة لو أنتوا بتحبوا أن الراجل ده يكمل فدي حاجة على مستوى العالم ذلك إحنا لما كنا بيقولوا عايزين معد نفسي لإدارة المواهبة عشان يهيألك الشاب الموهوب لإحتمالات انفجار المواهبة وتواهجها فجأة أو حدوث عصارات في الطريق إزاي يتعامل معاه كل التوفيق لشبابنا وأنا ليه خلي بالكم أنا مش بنتقد ولا أخصو أن الأصلي حجم أمالي وأمنياتي لهذا السنائي كبير جدا لكن في حجمه اشتغلوا على نفسكم وما تفتكروش أن أنتوا خلاص وصلتوا اللي أنتوا عايزين والنجومية هي كده لا إذا كنتوا عايزين تعتبر أن دي بداية وطموحاتكم كتير والمنافسة شديدة هتنجحوا غير كده يبقى فيه كلام تاني